من لم يعرف الله لم يعبد من لم يعرف الله لم يعبد كيف يعبد الإنسان ربا وإلها لا يعرف عنه شيئا هذا من أصعب الأشياء بل هذا تكليف بما لا يطاق تخيل أن يقال لك صلي وصم والسد وأحب وخف وارجو من لا تعرف عنه شيئا أهذا بالإمكان لا والله ليس بالإمكان لذا فإن الله سبحانه وتعالى تكرم وتفضل بأن عرف نفسه من خلال ما أنزل من هذا الكتاب العظيم ومن خلال ما أوحى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم